أهلا بحراتكم مرة تانية في الحقيقة للأسف الشديد يعني المقارنات ما زالت مستمرة بين المنتخب السنغالي والمنتخب المصري بصراحة منتخب السنغالي مقاومات عظيمة جدا ومنتخب قوي 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 واتكلمنا في الجزئية دي مبارح وحنعيد ونتكلم فيها تاني وحنوضح فيها حاجات كتير قوي قوي مهمة تمام فبالتالي المقارنات في الحقيقة وجهة نظري هي مقارنات ظالمة بشكل واضح جدا ما بين المنتخبين وما بين القدرات بتاعت المنتخبين هل احنا ما عندناش قدرات كمنتخب مصر لا عندنا هل احنا ما عندناش لعبة مميزة لا عندنا هل احنا حاليا ما عندناش مدرب مميز وباسم كبير لا عندنا ارجع لي يا بيه وبعد اذنك عشان الكلام ده مهم جدا تمام فبالتالي نما نيجي نتكلم لازم نقيس الأمور بالشكل المنطقي والموضوعي المزبوط ما نقولش لا أصل السنغال هي الأحق أصل السنغال هي الأفضل أصل احنا كنا وحشين قوي في المطش بتاعنا هنا فمرحلة هي مش عايزة انت تبقى حلو أصلي هي مرحلة عايزة انت تكسب وتتأهل كسعان فأنا جاي لكم بقى في الكلام أول حاجة لما جاء قارن لازم أشوف المنتخب ده والمنتخب ده إزاي هما كانوا مستقرين الفترة اللي فاتت هل منتخبنا الوطن كان مستقر فنيا لا كان فيه تغييرات في الجائزة الفنية كتير آه طبعا كان فيه كان فيه كرارات إدارية خاطئة طبعا كان فيه في المقابل تعال كده المنتخب السنغال اللي احنا مبهورين به بصراح مبهورين به وهو فعلا منتخب قوي جدا المدير الفني بتاعهم قال يوسيسي ده مسك المنتخب السنغالي من إمتى ها من 2015 احنا دلوقتي في 22 يعني من سبع سنين هو المدير الفني للمنتخب السنغالي فبالتالي في السبع سنين قدر ان هو يكون منتخب قوي بالمجموعة دي دي فعله كده ايه ان المجموعة اللي هو بيكونها اصلا هي كلها محترفة في الخارج فهو لو ما كانش نجح ان هو يكون منتخب قوي زي كده يبقى هو مدير الفني فاشل وكان زمانه مشي من زمان فبالتالي هو كان عنده عنصر الاستقرار الفني ها والاداري كمان بكل تأكيد والدعم الاداري بكل تأكيد حتى لو المسؤولين اتغيروا هناك في الكرة او في التحاد الكرة السنغالي مثلا لكن في دعم ادار ليه كان الناتج ايه ان احنا شفنا المنتخب السنغالي ده بالشكل المميز عمل ايه ميسك في 2015 راح بطولة الامر الافريقية في 2017 بالجابون 2019 هنا في مصر وصل مباراة النهائية خسر قدام للمنتخب الجزائري واخر بطولة ها كسب اللقب على حساب المنتخب المصري من خلال ضربات الجزائي الترجحية اذا كان فيه شغل وعمل شاق ابتدى من فترة وكان نتاج هذا العمل وهذا الاستقرار هو المنتخب القوي اللي المصريين ومش المصريين بس الافرقى كلهم مبهورين به وباداءه وبإمكانياته وبكل حاجة حلو تعال بقى المنتخب مصري الاستقرار الفاني كان عندنا معدوم احنا جبنا الرجل هكتور كوبر عمل معنا يعني مشوار كويس في 3 سنين جيب في 2016 عما تذكر وصلنا كاسل الومان الافريكية بعد عدنا 3 نسخ ما بنوصلش هو جي خلف اللي الكابتن شوقي غريب اللي برضه على يده فشلنا ان احنا نوصل كاسل الومان الافريكية الرجل جي وصلنا وكمان مش وصلنا بس الكاسل الومان الافريكية لأ وصلنا لنهائي طويلة الومان الافريكية 2017 واخسرنا ساعتها من الكاميرو الاتنين واحد وبعد كده وصلنا كاسل العلم ومشي بعد الحجبة دي بعد ما مشي كوبر جي مين جيبنا اجيري اجيري قاعد واشتغل على اساس ان نوصلنا كاسل عالم هوب فوجئنا ان البتوط الومان الافريكية هنا في مصر فالاستراتيجية اختلفت التخطيط اختلف استدعى بعض العناصر الكبيرة شوية في السن في التوقيت ده فشلنا وخرجنا من دول 16 في البتوط الومان الافريكية هنا على ارضنا في مصر راحنا هوب ماشيين اجيري تمام جيبنا بعدي مين الكابتن حسام البدري الكابتن حسام البدري نجح او ما نجحش فشل او ما فشلش بس ما عادش كتير وراح ماشي الكابتن حسام فجيبت كيروش في محاولة انقاذ الموقف وهو ناجح حتى الان في انقاذ الموقف بعد ما كانت النتائج والاداء كان وحشين جدا في تصفيات كاس العالم فبالتالي كانت قرار الخاص بالتحاد الكرة ساعتها النتة تجيب مدارب كبير زاكيروش وكان قرار في الحقيقة جايد لكن في نفس الوقت ما كانش فيه اي استقرار إداري في اتحادات قرى مختلفة على مدار السنين دي كلها ما كانش فيه اي استقرار فني فيه عدد كبير جدا من المديرين الفنيين اللي تم تغييرهم واجهزة فنية مختلفة لمنتخبنا الوطني فكان الناتج ان احنا لسه حاليا اهو بسم الله الرحمن الرحيم كده بنقول ان احنا بنكون منتخب ونكحين بنسب كويسة قوي ان احنا نبتدي نسبة على عناصر ينفع انها تكون موجودة في منتخب مصر واللي نجح في الحتة دي بصراحة كيروش واجهزه المعاوض واللي ساعده في كده التحديات المختلفة اللي تم تجهزها سواء بطولة بطولة كاس العرب تمام اللي تلعنا فيها الرابع في قطر او حتى من خلال المشاركة في بطولة الامم الأفريقية وصلنا للمبرادة نهائية في مفاجأة لين احنا كمصريين بالمناسبة تبقى لان احنا برضو ما كانش عندنا منتخب فبالتالي احنا ماشيين في الطريق الصحيح ايا كانت النتائج ايه لكن في نفس الوقت ماينفعش خالص ان انا قارن امكانيات المنتخب السنغالي بامكانيات منتخبنا الوطني المباشرة جدا امكانياتنا مباشرة جدا وجيدة وجايين بإذن الله واحد احد لكن المنتخب السنغالي مستقر بقاله سنين بقاله سنين مستقر فبالتالي الناتج الطبيعي ان انت تشوف منتخب سنغالي كده فما تظلمش المنتخب المصري ان احنا لأ احنا مش قدي كده قدامهم كنا وحشين وهم الأحق تعالي لي بقى في حتة ان هم الأحق دي هو احنا حضرتك في 2010 2010 او بالتحديد في تصفيات كاس العام بتاعت 2009 المؤهل الكاس العام 2010 في جنوب أفريقيا هل ما كناش احنا الأحق حضرتك ان احنا نوصل هل ما كانش عندنا الجيل الزهبي اللي جاب ثلاثة أمم أفريقيا وارباعد ستة وثمانية وعشرة كلا عندنا ولا لا كلا عندنا كنا منلعب بأداء ممتاز قبل النتائج بقى بتلعب بأداء ممتاز ولا لا طبعا انت سيبك من 2006 ما كناش حلوين قوي بس ما كان في استقرار فاني مع كابتل حسن شحاته في 2008 عملنا أحسن نسخ أداء ونتائج وفي 2010 كذلك تمام ومع ذلك ما وصلناش كاس عالي خسرنا من الجزار في السودان بعد ما كسبناهم هنا في آخر مباراة رغم اننا كنا الأحق وجيل منتخب مصري في التوقيت ده كان أفضل بمراحل من جيل المنتخب الجزاري في التوقيت ده لكن هما لعبوا على ايه لعبوا على ان المكسب هو الأهم في مرحلة بتصعد كاس عالم ما يهمينيش اننا بقى حلو التاريخ قال ايه قال ان الجزار شاركت في 2010 في كاس العالم على حساب المنتخب المصري محدش بيفتكر ان المنتخب المصري كان ممتاز وكان جيد وكان عنده جيل عظيم ما ينفعش ما يلعبش كاس عالم فبالتالي ما تجيش دلوقتي تقول لي السنغال هي الاحق مفيش حاجة اسمها كده فقور احنا عايزين ايه من خلال المطشين مطش عدة الحمد لله ما دخلش فينا جون وكسبنا واحد سفر المطش التاني بايا كان هي طريقة اللعب بايا كان من اللي حيلعب بايا كان الاسلوب ايه اللي حيحصل مش مهم مش مهم المهم ان احنا نصعد من خلال المطش التاني ده الكاس العالم احنا بالمناسبة احنا جينا في 2009 في 2009 مصر وصلت لاعلى ترتيب او اعلى تصنيف دولي وصلنا لمركز التاسع كنا التاسع على العالم ومع ذلك مروحناش كاس العالم اذا مش مهم خالص الاداء مش مهم الاسلوب او مش مهم ان احنا نكون يعني ايه عجبنا اوي اداء المنتخل مستمتعين به على قد ما المهم حاليا انك بايا طريقة من طرق تتأهل لكاس العالم فبالتالي احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعبة وفي الجهاز الفني الحالي وفي المجموعة اللي تم كمان استدعاها اشتركوا في القناة